السلام عليكم النهاردة هنعمل مع بعض الحليب المحلل مكسف استخدمناه في كزا وصفة مع بعض وكمان استخدمناه في الايس كريم للي بقى حابب يعملو في البيت طريقته سهلة قوي يلا بينا ندخل على الطريقة على طول اول حاجة عندي هنا كوبايتين من اللبن هضيف عليهم كوباية اللي ربع من السكر او اقل معلقة شوية يعني كوباية اللي ربع ونشيل منهم معلقة وبرضو لو هاتتي كوباية اللي ربع من السكر مش هيحصل حاجة هندوبهم كده في كوبايتين اللبن وبعد كده هنحطهم بقى على النار النار لسا عالية انا لسا ما هدتهاش بس اهم حاجة ان احنا في الاول هنفضل نقلب لحد ما السكر يدوب معانا خالص عشان السكر ما يتحرقش من تحت وكمان يغير لو تحرق معانا طبعا هيغير من ريحة وطعم اللبن فهنقلب كويس كده اول ما نحطه على النار لحد ما نتأكد ان السكر داب تماما وبعد كده عادي هنبطل تقليب بقى يعني كل شوية كده هنروح ونيجي نديله تقليبه كده وهفضل معاليا النار بس هاخد بالي منه لحد ما يغلي معايا اول ما هيبدأ اللبن يغلي معايا هحط كده معلقة خشب عليها عشان خاطر ما يفورش ويطلع برة وهبدأ بقى هدي النار هوطيها خالص بس بحيس ان هي برضو يفضل اللبن يكون بيغلي بس بيغلي بسيط يعني انا كده موطي النار بس شايفين بيغلي هو بس مش بيفور بقى ويطلع فوق يعني بيغلي بسيط ما توطيش قوي فيبقى ما بيغليش خالص هيقعد معايا على النار حوالي من ساعة لربع لساعة هيبدأ بقى الحجم بتاعه يقل زي ما انتو شايفين ولونه كمان هيغير ويبقى لونه أصفر كده زي الشاي بلبن بس القوام بتاعه مش هيتقلقوي مش القوام اللي انتو شفتوه في قول الفيديو لأ احنا هنشيله من على النار وهو القوامه هيكون لسا خفيف زي ما انتو شايفين كده ممكن يكون تقل حاجة بسيطة جدا هو بقى قول ما يبرد انا كده طفيت عليه النار شايفين القوام بتاعه لسا برضو ما تقلش كل ما هيبرد كل ما هياخد منه القوامل التقيل اللي انتو شفته في الاول او القوامل اللي هو بتاع الحليب المحلل مكسف هسيبه يبرد كده وبعد كده هجيب بقى الطبق بتاعي او لو هتعينيه بقى في التلاجة في البرتمان بس يكون بغطى هيفضل معاك المبضة طويلة عادي في التلاجة تستخدميه وقت ما تحبي هفضيه في الطبق وبعد كده هحطه في التلاجة يبرد بقى زيادة وكل ما هيبرد كل ما هياخد القوامل انتو شايفين شايفين قوامل دلوقتي تقل شوية ازاي وليسا ما دخلتوش للتلاجة كده بقى بعد ما خرقتم التلاجة تقريبا قعدتو ساعتين ممكن تستخدميه بعد الساعتين وممكن تبقى يتيه ليلة كاملة وبعد كده تبدأ ايه تستخدميه قوامل تقل ووصفة سهلة جدا لو بقى مش حابة تشتريه من بره او سعره غالي عليك يارب بيكون الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك الفيديو